برحب بحضراتكم من جديد في فقرتنا الثالثة والاخيرة النهاردة واللي هنتكلم فيها عن موضوع شيق وممتع الى اقصى درجة هنتكلم عن اعظم قصة حب في الوجود احنا بتفصلنا ايام عن اسبوع الالام وعيد القيامة المجيد هنتكلم وهنعرف وهنخش في تفاصيل جوة الاماكن في الاراضي المقدسة عاوزين نعرف كنست الصليب موقع الصلب بجبل الجلجوسة عاوزين نعرف اماكن حفظ المقتنيات المقدسة زي اكليل الشوق والمسامير عاوزين نعرف تفاصيل اكتر وعاوزين ناخد جولة سريعة في المكان وجولة ممتعة الحقيقة يعني احنا بنستمتع جدا بهذه الجولات فمشرفنا النهاردة في الاستوديو استاذ زكي رمزي المرشد السياحي بالقدس والخادم بالاراضي المقدسة صباح الخير يا استاذ زكي صباح الخير استاذ زكي ومشرفنا ومنورنا في صباح قلصانا حضرك طيبة واستاذ المشاهدين طيبين وبخير قلصانا حضرتك طيب في البداية خليني اسأل حضرتك عن اهم الاثار الموجودة حاليا داخل الاراضي المقدسة وخارجها داخل الاراضي المقدسة فيه كتير من الاثار موجودة بتدل على اسبوع الالام وصلب السيد المسيح وموته وإيامته لو شفنا داخل الأراضي المقدسة هنلاقي مغارة الصليب موجودة مكان الملكة هلانا ما اكتشفت الصليب عمود الجلد السيد المسيح اتجلد عليه جبل الجلجسة المكان اللي رب المجد يسوع اتصلب فوق منه الحجر التطيب أو المغتسل موجود داخل الأراضي المقدسة كنيسة الأبر المقدس بما فيها من الصخور صخرة الملاك الصخرة اللي دفن على الجسد السيد المسيح الصخرة اللي تسند عليها رأس السيد المسيح بعض المقدسات جزء منها اللي موجودة داخل الأراضي المقدسة خارج الأراضي المقدسة في المدن الغربية والأوروبية في موجود كليل الشوك المسامير اللي تصمر بيها السيد المسيح القصبة المقدسة اللي رفعوا عليها السفنجة بالخل لسيد المسيح دراجات سلم أصري بلاطس البنطي اللي خادتها الملكة هيلانا إلى خارج الأراضي المقدسة وكمان الكفن المقدس دي بعض الأثار اللي موجودة خارج الأراضي المقدسة جزء من كل اللي فيه أكتر من كده بكتير طيب خلينا نتكلم عن الأثار اللي موجودة داخل أرشاليم يعني عودين نتكلم عن مكان اكتشاف خشبة الصليب المقدس اكتشفت خشبة الصليب المقدس القديسة الملكة هيلانا لو رحنا للصور واحد واثنين سيدنا المخرج يطلع علينا الصورة رقم واحد صورة رقم واحد هنا قدامنا دي لدير السلطان دير الملاك المملوك للأباط اللي هو حالياً مسمينه دير السلطان وده موجود أعلى مغارة الصليب يعني اللي قدامنا دي الأرضية بتاعت دير السلطان والأرض فيها قبة القبة دي المفروض تكون فوق كنيسة وفعلاً القبة دي تحت منها كنيسة مغارة الصليب يعني كنيسة مغارة الصليب مكان الملك أهلانا ما اكتشفت الصليب دي مكانها مدخلها من داخل كنيسة القيامة لكن السقف بتاعها دي أرضية دير السلطان الصورة رقم اثنين قدامنا ده المكان اللي الملك أهلانا جات واكتشفت مكان الصليب في القرن الرابع سنة 326 ميلادية جات الملك أهلانا وابنها الملك كوستنطين بعتها وبعت معها 3000 جندي وأموال أنها تبحث عن الصليب المقدس لأنه كان ظهرت له العلامة الصليب وربنا بيقول له بهذا تنتصر فعرف قيمة الصليب ومكانته فأرسل والدته القديسة الملكة هلانا واكتشفت الصليب في هذا المكان اللي هو مغارة الصليب وموجود داخل كنيسة القيامة بقرشاليم طيب لو هنتكلم عن عمود الجلد اللي تجلد عليه السيد المسيح عمود الجلد هنا هتبقى الصورة هنا رقم 3 عمود الجلد الصورة رقم 3 يقول لنا كده في يحنة 19 واحد فحينئذ أخذ بيلاطس يسوع وجلده طيب هنا بيلاطس كان في الأصر بتاعه اللي هو يعني خارج كنيسة القيامة حاليا هو مرحلة من مراحل الألام مرحلة الأولى أخذو حاليا كنيسة اللاتين الكاتوليك اللي موجودة داخل مجمع كنيس القيامة لأن كنيسة القيامة بداخلها خمس طوايف رئيسية تمثل خمس دول كل طيفة منهم لها مسبح واثنين وثلاثة جوه كنيسة القيامة من ضمنهم طيفة اللاتين الكاتوليك ودي موجودة في الجهة البحرية من كنيسة الأبر المقدس الجهة البحرية لها الشمالية حطين حجر عمود الجلد ده جوه الكنيسة بتاعتهم الناس بتدخل وتاخد براقته وبيحددوا يوم في الأيام دي بتاع الاتصال الكبير أن كل الطوايف تروح تقف وتتصور مع عمود الجلد كل سنة بيتم هذا الطاقس اللي بيسموه الستاتيس كول كل الطوايف تروح تقف قدام عمود الجلد اللي شاهد على جلد السيد المسيح على يد بلاطس البنطي والجنود الرومان وبتشجيع اليهود عليه يعني أنا بحس أنه أحساس رهيب جداً أنك ممكن تلمس أو حاجة يعني السيد المسيح لمسها بنفسه يعني أحساس فعلاً رهيب ومخيف في نفس الوقت وفي نفس الوقت يعني مفرح ففعلاً أحساس حلو جداً مفرح ومعزي ومشهد كويس طيب يعني لو هنتكلم كمان عن جبل الجلجوسة أين يقع وإيه اللي تبقى منه حتى الآن جبل الجلجوسة برضو من ضمن الكنائس اللي موجودة داخل مجمع كنسة القيامة الصورة رقم رقم أربعة بتورينا الصخور أعلى جبل الجلجوسة الصور رقم أربعة قدامنا صخور أعلى جبل الجلجوسة طبعاً هي كلها صخرة واحدة بس فيه جزء أعلى منها وفيه الجزء الأسفل والصورة رقم خمسة بتبقى لنا صخور أسفل جبل الجلجوسة الصورة رقم خمسة دي وعليها اللون الأحمر ده أثار دماء من أعدمه على الصليب الدم فيه الهومجليبين فيه حديد الحديد مع مدة الصخر بيدينا هذا اللون الأحمر ويقول لنا كده في متى سبع وعشرين ولما أتوا إلى موضع يقال له جلجوسة وهو المسمى موضع الجمجمة لعندما كان دفن جمجمة آدم تحت هذا الجبل جمجمة آدم أعطوه خلاً ممزوجاً بمرارة ليشرب ولما زاقه لم يرد أن يشرب متى سبع وعشرين الآيات تلاتة وتلاتين واربعة وتلاتين بكرت أن العصة دي لسه موجودة حتى الآن اللي هي؟ عصة الخل اللي هم أسقوا بها الخل هذه القصبة دي موجودة أجزاء منها خارج الأراضي المقدسة في مدن في أوروبا نتكلم عنها لكن هنا صخور جبل الجلجوسة وعايز هنا بالمناسبة أذكر قديسة مصرية ناخد بركتها النهاردة القديسة ماريما المصرية أو ماريما الإبطية اللي سفرت للأراضي المقدسة في وقت التأديس وقت الزحمة كي تتربح بطريقة مش كويسة لكن ربنا لمس قلبها وتابت أمنت بالمسيح واعترفت ويقال أن دماؤها مالة الأبر المقدس القديسة ماريما المصرية خدمت في الأراضي دي طول حياتها كقديسة عابدة ناسكة لغاية لما تنيحت تكريماً لها في كنيسة أسفل جبل الجلجوسة سموها اسم كنيسة القديسة ماريما المصرية أسفل جبل الجلجوسة لكن الباب بتاعها من الخارج على ساحة كنيسة القيامة من برة زي الباب الكبير بتاع كنيسة القيامة في باب صغير لكنيسة القديسة ماريما المصرية أسفل جبل الجلجوسة بإرشاليم وأن هذا الجبل الشاهد على صلب وألمات وموت رب المجد يسوع هل في أي أثر لمكان تطيب وتكفين الجسد التوهل لرب المجد؟ مكان تطيب الجسد ده حجر أو صخرة استخدمها القديسان العظيمان يوسف الرامي ونقدموس وهنا فرصة نتشفع بيهم وناخد بركتهم هذان القديسان العظيمان حجر التطيب موجود أسفل جبل الجلجوسة القديس العظيم يوسف الرامي والقديس نقدموس كانوا يوصفهم يوحنى الحبيب في إنجيله أن كانوا تلميذ المسيح سرا يعني أن القدموس لما راح قابل المسيح في يوحنى ثلاثة قابلوا ليلا ويوسف الرامي يوصفه اليوحنى الحبيب أنه كان تلميذ المسيح في السر فضلوا في السر ليحتفظوا بمكانتهم هم أغنية جدا زوا مناصب وكان اليهود متعهدين اللي يعترف بسيد المسيح يطرد من المجمع ممكن بقى بعد كده عواقب يتخذ منه أمواله يعزل يقتل ففضلوا محتفظين بتلميذتهم للمسيح سرا لغاية ما جاء الوقت صال بسيد المسيح طبعا أننا الصورة قدامنا لحجر التطيب يوسف الرامي فاهم القانون الروماني القانون الروماني بيقول من يصلب لا يقبر يعني ما يتحطش في قبر كان الروماني يلقوه في الغابات للوحوش والطيور الجارحة تنهش جسده وقع عقاب تاني بعد عقاب الصلب فكان هيبقى مصير جسد السيد المسيح زي مصير جسس كل من قعدوه مع الصليب أنه هيلقوا في الغابات وهناك ودي هنوم أو ودي جهنم أو ودي ابن هنوم غاب هناك كانوا بيلقوا فيها بقايا الجسس وبقايا الزبائع فيوسف الرامي فاهم القانون ولسه محتفظ بمكانته الغينة بتاعه والمنصب قدر يخش لبيلاطس ويطلب منه جسد السيد المسيح بعد ما المسيح أسلم الروح وياخده الجسد وينزله على الحجر ده ويطيبه جسده فإحنا هنا نهاردة بناخد بركة هزان القديسان العظيمان يوسف الرامي وأنا قدوم موس بجانب طبعا الطهرة القديسة العدر مريم والمريمات وباقي النسوة ده دليل آخر جوة كنيسة الإيامة اللي هو حجر التطيب طب لو هنتكلم كمان عن الأبر المقدس والأثار الموجودة فيه يعني إحنا الأبر المقدس بنشوف فيه كل سنة في نفس التوقيت أو مع اختلاف التوقيتات كل سنة بيكون فيه النور المقدس اللي بيظهر داخل الأبر المقدس ممكن نتكلم عن هو فين الأبر المقدس والأثار الموجودة فيه دلوقتي الأبر المقدس اللي هو كان أساسا قبر يوسف الرامي بنيت عليه كنيسة صغيرة اسمها كنيسة القبر المقدس داخل كنيسة القيامة فعندنا هنا الصورة قدامنا الصورة رقم سبعة دي كنيسة القبر المقدس اللي داخل كنيسة القيامة فهذه الكنيسة مكونة من حجرتين حجرة خارجية وحجرة داخلية الصورة اللي بعدها الصورة رقم تمانية في الحجرة الخارجية الصورة رقم تمانية دي لصخرة في الحجرة الخارجية صخرة الملاك لما كان المجدلية راحت وتشوف المسيح فيقول لنا كده في لوء 24 داخل الابر المقدس داخل الابر المقدس دي الصخرة يقول لنا كده في لوء 24 وفيه هن محتارات في ذلك المجدلية والنسوة اللي معها إذا رجولان وقف بهن بسياب براقة في المكان ده وإذ كنا خائفات ومناكسات وجهن الأرض قال لهن الملايكة بيقولوا لهم لماذا تطلبنا الحي بين الأموات ليس هو هاهنا لكنه قام اذكرنا كيف كلمكنا وهو بعد في الجليل دي صخرة وبنسموها صخرة الملاك في الحجرة الخارجية للابر المقدس وفي مجموعة أناديل في الحجرة الخارجية احنا قائبات لنا أنديل زيت موجود فيها في هذه الحجرة الخارجية بعد كده في الحجرة الداخلية اللي هي فيها الصورة رقم 9 الصورة اللي بعد كده اللي هي الصخرة اللي ادفن عليها رب المجد يسوع دي في الحجرة الداخلية ودي فيها مجموعة من الأناديل لنا قائبات أربع أناديل في الحجرة الداخلية للقبر المقدس لو ريحنا للصورة رقم 10 اللي بعدها هنلاقي هنا في الناحية الغربية من الأبر المقدس كنيسة صغيرة ملتسقة بالأبر وهي دي جزء من الأبر المقدس الكنيسة دي اسمها كنيسة رأس المسيح ودي الكنيسة اللي احنا نملكها كأقبات داخل الكنيسة القيامة كنيسة الرأس المقدس لأن فيها الصخرة اللي تحطوا عليها تسند عليها رأس السيد المسيح أثناء دفنه الجسد كان على صخرة مع الفرق في التشبيه كأن مثلا مرتبة على الجسد وفيه صخرة مسنود عليها الرأس وكأنها المخدة ففيه الصخرة اللي عليها الجسد وفيه صخرة مسنود عليها الرأس الصخرة اللي عليها رأس السيد المسيح أثناء دفنه موجودة في هنا هتبقى هنا الصورة رقم 11 هتبقى داخل كنيسة رأس المسيح بيتبالينا الصخرة اللي كان عليها الرأس المقدس للسيد المسيح زي ما هو موجود قدامنا في الصورة ده المزبح كنيستنا الكنيسة الإبطية كنيسة رأس المسيح اللي هي تعتبر جزء من الأبر المقدس من الناحية الغربية ليه وبنصلي فيها قدسين كل أسبوع في الأيام العادية ده سيوم الجمعة وده سيوم الحد طب يعني أستاذ زكي لو إحنا هناخد جولة سريعة كده في طريق الصد يعني إحنا بنشوف أنه فعلا ناس بتيجي من جميع أنحاء العالم علشان يحضروا رحلة ألام استهاد المسيح داخل الأراضي المقدسة أو يمشوا معايا نفس الرحلة اللي هو مشيها يعني لو هنتكلم أو ناخد جولة سريعة جدا على طريق الصلب طريق الصلب قسموا أباقي الكنيسة على مدار القرون ما بعد قيامة المسيح إلى 14 مرحلة 9 مراحل في الطريق شارع وخمس مراحل داخل مجمع كنيسة القيامة التسع مراحل كده بسرعة المرحلة الأولى في دار الولاية عند بلاطس البونتي لما بلاطس البونتي حكم عليه بالموت وجلدوا 39 جلدة وغيروا له هدومه من السوب الأبيض للقرمزي تغيير كده ولبسوا إكلي للشوك دي المرحلة الأولى خرجوا خارج دار الولاية وحملوا الصليب حمل خشبة الصليب خشبة كبيرة وكأنه شاير شجرة وماشي بيها دي اعتبروها المرحلة التانية لإعلام السيد المسيح وتحولت إلى كنيسة جميع المراحل بعد كده تحولت إلى كنائس لكن دار الولاية البلاطس البونتي حالياً تحول إلى جزء من المسجد الأقصى مدرسة لولادنا الفلسطينيين اسمها المدرسة العمرية الرسمية المرحلة التانية حمل الصليب دي كنيسة اتشال الصليب وتحرك به وقع بالصليب للمرة الأولى ما كانوا يقعوا بالصليب اعتبروها المرحلة التالتة لإعلامه بعد كده قاموا بيتحرك اتقابل بالقدسة العدرة مريم اعتبرت المرحلة الرابعة بالطريق الإعلام لرب المجد يسوع مقابلته بالعدرة مريم كمل الطريق وكان هيقع سند على صخرة ما كان ما سند على الصخرة ولسه الطريق طويل طالعين لسه جبل وتعب والمسيح منهك مجهد من الخميس قبلية لما قبضوا عليه وتاني يوم الجمعة مجهد جدا سخروا شخص قادم من الحقل اسمه سمعان القيرواني حمل الصليب خلف المسيح اعتبر المكان دي المسيح كان هيقع فيه سند على صخرة اعتبر المرحلة الخمسة لألام السيد المسيح وكنيسة سموها كنيسة سمعان القيرواني كمل بالصليب ويعدي كده قدام إنسانة مؤمنة قوية الإيمان وهي القديسة فيرونيكا رغم الحراسات اللي حوالين السيد المسيح لكن فيرونيكا زوجة القديس زكا العشار قد كده إيمانها بالسيد المسيح اللي غير حياتهم وغير صورة زكا العشار دم الناس كان إنسان خاطئ إلى إنسان ضر وقديس مهمهاش الحراسات والزحمة اللي حوالي المسيح وبالمنديل بتاعها واسحة مسحة وجهه من العرق والدم وأثار التعذيب اللي على جسمه بيت فيرونيكا هنا اعتبروا المرحلة السادسة لألام السيد المسيح وسموا الكنيسة دي كنيسة وجه المسيح كمل السيد المسيح بالصليب وقع للمرة التانية ما كان وقع للمرة التانية اعتبرت المرحلة السابعة بطريق الألام وقام كمل وهو في طريقه قابل النسوة اللي وات يبكين عليه قال لهم إيه لا ما تبكوش علي بل ابقوا على أنفسكنا اعتبروها المرحلة التامنة لطريق الألام كمل وقع بالصليب للمرة التالتة ودي اعتبروا المرحلة التاسعة ودي اللي احنا نملكها كأقباط ودي آخر مرحلة في الطريق بعد كده دخلوا محبس المقترة كتفوه من رجليه كده فترة ودي اعتبروا كده بقى داخل كنيسة الإيامة الملك أهلنا بعد كده بنت عليهم كنيسة الإيامة اعتبروا المحبس ده المرحلة كم عشرة بعد كده أخدوا طلعوه على جبل الجلجسة صمروا قدي ورجليه على جبل الجلجسة الصليب على الأرض ونيموا سيد المسيح على داره وصمروا قدي ورجليه اعتبروها المرحلة رقم 11 بعد كده رفعوه على الصليب اعتبروها المرحلة رقم 12 أسلم الروح ويوسف الرامي أخذ جسده وإن قدموس ونزلوه تحت على حجر التطيب ده المرحلة رقم 13 طيبوا جسده ودخلوا القبر المقدس وده المرحلة رقم 14 والأخيرة بطريق الألام لرب المقدس مكتنايات يعني ألام استهاد المسيح زي المسامير وإكليل الشوق والسلالم اللي مر عليها يعني كل هذه حاجات احنا محتاجين برضو نعرف هي موقعها أو موقعها ويخرج بقى برى الأراضي المقدسة والروح بقى دول أوروبية طبعا فيه كتب مترجمها كاتب متنيح هو المرحوم ملكة حبيب يوسف كتب لنا عن كل الأثار دي فعندنا إكليل الشوق إكليل الشوق حاليا مقسم إلى جزئين جزء فيه كنيسة نوتردام في فرنسا وجزء فيه بيزا برضو فيه فرنسا منطقتين في فرنسا الأثار دي تبقت مختبية لمدة 3 كورون المسيحيين مخبينها عن الأباطرة غير المؤمنين وإلا هيهلكوا أو هيبودوا هذه الأثار الإكليل الشوق اللي صرته قدامنا ده مكون من فروق خيزران رفيعة متجمعة في حزم الفروق دي متجمعة ووسطة 16 رباط متشابهة وفيه سلك من الدهج يعني هم عملوا هو تقسم إكليل الشوق فعملين عليه شغل اللي هو باين قدامنا قدامنا في الصورة ده المهم هنا أن الشوق بتاعه من نبات العوسج طب إيه نبات العوسج ده نرجع لنبوءة صاموئيلي النبي في صفر القضاء يقول لنا كده في قضاءة ثم قالت جميع الأشجار للعوسج تعالي أنت واملوك علينا دي نبوءة في العهد الأديم فهنا يقول لنا بقى الكاتب فهل يمكن الله نرى فيها الدورة التي لعبتها هذه الشجرة في الصلب إن هذا النبات قد أصبح علامة ورمزا للملكية التي للمسيح سجلها بالدم الإلهي هنا شوق نبات العوسج اللي فيه الكليل الشوق اللي حطوه للسيد المسيح عند بلاطس البنطي ده كده إيه الكليل الشوق اللي موجود على جزئين في نوتردام وفي بيزا في فرنسا إحنا لو فدلنا نتكلم طول الوقت أو فدلنا نتكلم عن قصة الحب العظيم أعظم قصة حب في الوجود إحنا مش هنخلط كلام يعني مهما قعدنا نتكلم من هنا لغاية سنين جاي كتير إحنا مش هنقدر نوفي أو نقدر يعني نوصف اللي جوانا من إحساس بالحب يعني قصة حب تجلت في الصليب ربنا سفك دمه عشان وعلشان كلنا يعني ما يتحكمش علينا نفس الحب فدي حقيقي يعني من أعظم قصة الحب أو أعظم قصة حب في الوجود فإحنا خدنا رحلة سريعة وممتعة جدا داخل الأراضي المقدسة يمكن مننا كتير مرحش الأراضي المقدسة أو يمكن مننا ما مرش بالتجربة دي لكن فعلا إحنا مرنا بتجربة سريعة أو بجولة سريعة جدا فكان فعلا الموضوع شايق وممتعة جدا وكمان يعني بوجود دفنة اللي مشرفنا النهاردة أستاذ ذكي رمزي المرشد السياحي بالقصة والخدم بالأراضي المقدسة يعني حضرتك كنت منوارنا ومشرفنا جدا وفعلا فعلا كانت فقرة ممتعة جدا شكرا لحضرتك وأستاذ مارينا شكرا لكم شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك جدا مشاهدينا بكده تكون خلصة حلقتنا استنوانا في حلقات جاية كتير من برنامجكم صباح واني شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك